الخامس من شهر فيبريل سنة 2022 عدد جديد من معرضي الصحافة صعد الله صبحكم مشاهدنا الكرام والبداية بالجرائد الوطنية وكما عودناكم دائما البداية ستكون مع جريدة النهار والتي عنونة في صدر جريدتها إذن النفط الجزائري ب93.40 دولارا للبرميل الواحد وجاء في مقال أو في خبر النهار سجل تسعار النفط أمس الجمعة ارتفاعا قياسيا جديدا لأول مرة منذ بداية سبتمبر 2014 حيث بلغ صغر خام برينت بحر الشمال في الأسواق العالمية مستوى 93.40 دولارا للبرميل الواحد في حان سجل النفط الجزائري صعودا هو الآخر حيث بلغ مستوى 93.19 دولار للبرميل الواحد وسيكون ارتفاع سعار النفط خلال سنة 2021 واستقراره عند مستوى 90.100 دولار عاملا رئيسيا لمجمع السونتراك من أجل مباشرة استثمارات كبيرة في مجالات النفط وكذا الغاز والطاقة المتجددة خاصة وأن الوزير الأول أيمى بن عبد الرحمن أعلن عن تخلي حكومته عن أرباح السونتراك من أجل استماح لهما باستثمار هذه الأرباح في مجالات عملهما وتوسيع نشاطاتهما موضحا أن السعر المرجعي لبرميل النفط اعتمد في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل الأمر الذي دفع بالمدير العام للسونتراك تفيق حكار إلى الإعلان عن استثمار نحو 8 ملايير دولار خلال السنة الجارية في مجال البحث والإكستشاف عن النفط والغاز ذات الجريدة مشاهدنا الكرام وفي شأن الصحي إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمهانية الصحة يؤكد إذ تواصل تراجع الإصابات بكورونا ستتخطى الجزائر الموجة الرابعة إذن أكد أنسى الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمهانية الصحة أنه تم تسجيل خلال أسبوع واحد تراجعا متواصلا في عدد الإصابات ومنح تنازليا في قوة الموجة يترجمه نقص الضغط في الاستعجالات والعيادات الخاصة والمخابر والصيدليات وإذ واصل التراجع بهذه الوطنية خلال هذا الأسبوع فرسميا الجزائر تكون قد تخطت الموجة الرابعة وتركتها وراءها إلياس مرابط أضاف خلال تصريعه لإذاعة تصطيفة الجهوية أن نسبة الوفيات تبقى مرتفعة نسبيا والسبب راجع لمخلفات هذه الموجة قبل أسابيع من الآن هي ليست إصابات جديدة والموجة الرابعة استنزفت قطاع الصحة بامتياز وعدد الإصابات في حق عمال الصحة بالجملة ويقدر بالألاف من جريدة النهار إلى جريدة المساء مشاهدنا الكرام والتي عنونت عملا بتعليمات رئيس الجمهورية واللجنة العلمية نهاية العطلة الاستثنائية وعودة التلاميذ غدا الأحد إذن جاء في هذا الخبر في جريدة المساء مشاهدنا الكرام قرر الوزير الأول وزير المالية السيد أيمان بن عبد الرحمن استئناف الدراسة ابتداء من يوم غد الأحد في كافة الأدوار التعليمية الثلاثة وحسب بيان لمصالح الوزير الأول وزير المالية فإنه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا وسلطة الصحية قرر الوزير الأول وزير المالية اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على مستوى قطاع التربية الوطنية نفس المصدر وضح أن هذه التدابير تتمثل في رفع إجراء غلق المؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم غد الأحد فيفري السادس مع احترام البروتوكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية والإصراع في عملية التلقيح أو مال التربية الوطنية من جريدة المساء مشاهدنا الكرام إلى جريدة الشعب والتي جاء فيها في شأن السياسي سبع ألاف منتخبنا اليوم يجددون مجلس الأمة إذن مشاهدنا الكرام لأول مرة على مستوى 58 ولاية سبعة ألاف منتخب يجددون مجلس الأمة اليوم تجرى اليوم السبت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ولأول مرة على مستوى 58 ولاية بالجزائر في أول انتخابات مغايرة تماما من ناحية طريقة الاقتراع أو عدد الأعضاء الذي سيرتفع من حيث تشكيلتهم ونوعيتهم بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن رفع عدد مقاعدها باستحداث مقعدين لكل ولاية جديدة ليبلغ عدد الأعضاء المنتخبين بعشرين مقعدا حيث سيلتحق 68 منتخبا بمجلس الأمة بعد تاريخ الخامس من فيفريا الداخل في إطار قانون الانتخابي ودستور جديدين إذن مشاهدنا الكرام إلى المواقع الإلكترونية والبداية ستكون مشاهدنا الكرام كما عودناكم دائما بموقع النهار أونلاين والتي جاء في خبرها ثماني ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا كشفت وزارة الصحة يوم الجمعة أن ثمانية ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا المستجد كوفيد 19 وحسب آخر إحصائيات لذات الهيئة فإن ثمانية عشر ولاية سجلت أقل من عشر حالات بالفيروس فيما سجلت 22 ولاية أزيد من عشرة حالات أما فيما يخص حالات الاستشفاء يتوجد حاليا أربعون مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة كما دعت الوزارة في الأخير المواطنين إلى اليقظة احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الامتتال لقواعد الحج الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجهبهة الوباء من النهار أونلاين إلى الجزائر الآن وفي الشأن الديبلوماسي العمامرة يعقد جلسة عمل مع نائب رئيس الوزراء ووزراء خارجية أثيوبيا عقد أمس الجمعة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة جلسة عمل بأدسابابا مع ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية أثيوبيا وجرى خلال هذه الجلسة وفق بيان لوزارتي الخارجية استعراض علاقات الشراكة بين البلدين وأفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما لسيما عبر التسريع في عقد اتفاق المتعلق بافتتاح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأدسابابا كما اتفق الوزيران على تكثيف أنشطة أليات التعاون بين البلدين وفي ذات السياق الوزير ميكونين الشاد لمبادرة الجزائر ومساعيها الرامية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة معربا عن ثقة الكبيرة التي تضعها السلطات العليا الإثيوبية في حكمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبكون وقدرته على تحقيق التقارب المنشودة بين الدول الثلاثة المعنية بالخلاف من موقع الجزائر الآن إلى الخبر أونلاين والتي جاء فيها حملة تلقيح واسعة في مساجد وهران انطلقت الجمعة حملية تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا على مستوى المساجد الكبرى لولاية وهران نظمتها المديرية الولائية للشؤون الدنيا والأوقاف بالتعاون مع المصالح الصحية وحسب وكالة الأنباء الجزائرية تم توفير كامة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الحملة التي عرفت مساهمة مديرية الصحة والسكان لولاية وهران ومصالح الحماية المدنية وستوسع قائمة المساجد المعنية بحملة التلقيح ضد كوفيد-19 خلال الأسبوع القادم لتشمل مساجدا بمناطق أخرى حسب إمكانيات مديرية الصحة وحسب الإقبال على التلقيح أيضا إذن مشاهدنا الكرام من المواقع الجزائرية إلى المواقع العالمية والبداية ستكون مع الجزيرة الجزيرة عنوانة المغرب محاولات إنقاذ الطفل ريان من البئر تدخل مرحلة حاسمة والحفر اليدوي يتواصل طول الليل إذن قضية ريان مشاهدنا الكرام التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي وحتى القنوات التليفزيونية جاء في خبر الجزيرة تتواصل مساعي مدينة شفشوان شمالية المغرب عملية الحفر الأفقي لإخراج طفل ريان من البئر التي سقط فيها حيث قالت السلطات أن عملية الإنقاذ دخلت مرحلتها الأخيرة والحاسمة وفجر اليوم السبت قد بدأت طواقم الإنقاذ الاستعانة بصهريج حديدي مفتوح من الجانبي قدره متر ونصف إلى جانبها نبي بن سمنتية كبيرة وذلك لحماية الطواقم من أي انهيار صخري واحتمل ومنذ غروب الجمعة شرع الطواقم الإنقاذ بالحفر اليدوي الأفقي حيث تفصلهم أمطار قليل عن الطفل ريان ذو الخمس سنوات العالق منذ ظهر يومها ثلاثاء داخل بئر جافة عمقها 32 مترا في القرية الزراعية إغران بولاية ششاون وتأتي هذه المرحلة بعد إنهاء الجرفات من حفر منحضر عمقه 32 مترا بموازاة البئر التي علق فيها الطفل من الجزيرة إلى سكاي نيوز والقضية التي تثير الجدل أيضا المغرب مخاوف من كارثة بسبب الحشود الغفيرة قرب الطفل ريان جاء في مقال سكاي نيوز يثير تجمهر ألاف الأشخاص بمحيط البئر التي سقط داخلها الطفل ريان غضب عديد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين يتابعون منذ يوم الأربعاء محاولة الإنقاذ المعقدة وكشفت التقديرات عن وجود حوالي خمسة ألاف شخص من قرب من مكان وقوع القادث المأسوي قدمين من مناطق مختلفة من المغرب إلى قرية أغران شمال المملكة ويدعو المغاربة الذين يتابعون عمليات الإنقاذ عبر مختلف الوسائط إلى إبعاد الأشخاص المتجمهرين قرب البئر لتفادي الضغط على التربة الهشة بالمنطقة ومنع وقوع كارثة قد تنسف جميع الجهود التي بذلت من أجل إنقاذ الطفل ريان نسأل الله أن يعد الطفل ريان لأهله سالما غنيا مشاهدنا الكرام إلى موقع روسيا اليوم أو أرتي وفي الشأن الصحي جاء في مقال له قائمة محدثة إذن بأكثر دول تضررنا في العالم بوباء كورونا أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا فيروس في العالم إلى أكثر من 390 مليون إصابة وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.7 مليون وفاة وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرأ الفيروس تلتها البرازيل في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند رابعا روسيا وفي المرتبة الخامسة المكسيك سادسا البرو وفي المرتبة السابعة بريطانيا وفي المرتبة الثامنة إيطاليا وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا من RT مشاهدنا الكرام إلى نيويورك تايمز والتي نختم بها وجاء فيها نختم بنيويورك تايمز جاء فيها تتزايد إذن مخاوف أوكرانيا مع وصول القوات الروسية إلى مراحل الاستعداد النهائية حيث يشعر المسؤولون الأوكرانيون بقلق جديد بشأن شبه جزيرة القرم حيث قالوا أن روسيا نشرت عشرة ألاف جنديا إضافي مشاهدنا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد جديد من معرض الصحافة اليوم نشكركم على كرم الإصائي والمتابعة السلام عليكم